اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكوا حبايب قلبة وغباركوا وعملين إيه ربك ولكوا كونوا بخير النهاردة بإذن الله مستمرين طبعا في الخلطات الموفرة للأعلاف جدا 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 بدورة البط المسكوفي والبلد والخليط وكل أنواع البط اللي حضرتك عاوزة تربيه إذا كان بقى فرنسا وبيور مسكوفي مولر أي نوع بط أنت عاوزة تربي منه بدون تكلفة وبدون أعلاف النهاردة بإذن الله لو أنت متحمسة أنت تربي دور البط الرمضان إن شاء الله يبقى لازم تتفرجي على الفيديو دوت عاوز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي القناة ياريتين زي تشتركي فيها واتفعلك جراز وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل الخير زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك دية تربية البط طبعا ما شاء الله مزرعة البط ده جماعة بدون أعلاف بنسبة علف بسيطة جدا أي أن يأكل للنسبة اللي احنا ملحطها حاجة بسيطة جدا جدا اللهم بارك جابت لنا المزرعة اللي حضراتكم شايفين هدية وكمية البط دي ما شاء الله إنتاج رأد طبيعي رباني بدون فقسات وبدون معامل وبدون أي حاجة هنتكلم في كل التفاصيل بس طبعا يعني أتمنى منكم أن تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكل الناس تشوف الفيديو وتستفيد من السهل جدا طبعا أني أن أنت تربي بط ما فيش في أي مشكلة لكن من الصعب جدا أن معظم الناس في يعني عندها مفهوم أن البط ما بتربيش غير على الأعلاف طبعا دية نظرية كلها غلط في غلط في غلط طيب ناس كتير هتقول لي إحنا طول عمرنا بنربي على العلاف مفيش أي مشكلة حضرتك عاوزة تربي بالعلاف مفيش أي مشكلة أنا ذات نفسي إجت علي فترة كنت ربيت بها على العلاف بس عاوزة أقول لك البط اللي بيتربي بدون أعلاف أحسن مت مرة من البط اللي انت بتأكلها على فوق كنت هتأكل علف هتشيل لحم يعني البط هتشيل معاك يوزن وهتشيل معاك بسرعة وكمان نسبة التحويل بتاحها هتجري معاك بسرعة إنما لو أنت أكلت خلطات من اللي إحنا بنأكلها طبعا دي شكاردة العجيارة أهيت اللي بص يعني عاوزة أقول لكم الواتس بتاعي كل شوية تن 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 رسائل جاية كتير جدا جدا طبعا عن العجيارة بيجيبها منين الشركة بتاعتها فين طب بدينا الاسم اللي هو بتاع الشركة ها جماعة أنا والله العظيم هي دي الشكارة بتاعت العجيارة مش كل مرة بيجيلي نفس الشكارة الشكارة دي المكتوب عليها خلطة حمام سوبر عجيارة ورقم التلفون هوت عشان اللي حابب إنه هو يجيب منها مفيش أي مشكلة تمام هي مكونة من كسر الرز والكشور بتاعته الرز ونسبة ضرة ونسبة عليقة وساعات ما بيجيش بالنسبة العليقة بتاعتها تمام دي الشكارة هي تجامعة دي خمسة وعشرين كيلو وكان بيجيلي شكارة يعني يبقى لفترة كان بيجيلي شكارة كانت تقريبا عاملة تلاتين كيلو كانت بنفس السعر كانت كواسة جدا بس كان جواها نسبة عليقة بياضة تمام أنا هنا ناس كتيرة جدا طلبت مني مشاهدة بخيرنا العجيارة عشان نشوف إحنا بتعامها إزاي أنا بعملها زي الرز بالزبط عندك بواقى أكل بيت عندك عيش عندك أي حاجة عندك شوية سمك تنظيف سمك حاجات دي كلها بتلب فيها يعني بتحطيها فيها كده أنا طبعا الحالة دو مخصصها للأكل بتاع البط بتاعي حالة كبيرة كده ألمونيا بعمل فيها العجيارة ديت ما بحطش زيت ما بحطش أي حاجة كل أنا لنا حطيته حابة ملح التحديقة ديت ليه علشان يبقى الأكل لطعم وكمان بيدي كمان نسبة كالسام وكمان بيحافظ على البط من الافتراس لأن طبعا زمانتوا شايفين ما فيش فيها أي أعلاف لو أنتوا شفتوا هتلاقوا فيها نسبة علف ضعيفة جدا هي موجودة على الوش طائرة على الوش وكمان فيها نسبة درة وكشور الرز وكمان فيها نسبة ردة وعليها كمان اللي هو تقريبا اللهم صلى عنه بركترينة فيه الكسر بتاع الرز طبعا الخلطة دي جماعة جبارة وجبارة بمعنى الكلمة يعني أنت مثلا لو أنت هتعمل مثلا كيلو اتنين كيلو عاوز أقول لك الكيلو اللي اتنين كيلو درة ممكن نصفه معاك على تلاتة كيلو تلاتة كيلو ونصف اربعة كيلو لأن الخلطة معاك بتزيد ما بتقلش بتزيد تمام طبعا يعني لو أنت هتعمل مثلا حل كبيرة مثلا أو هتعمل مثلا اتنين كيلو ممكن تفطري منها الطيور لو عدد الطيور بتاعتك أقل من بتاعتي يعني أنا بعمل تقريبا كل يوم من تلاتة كيلو لاربعة كيلو عجيرة تمام بطبخة زي ما أنتوا شايفين بحط نصف أولان للصبح اللي هو بتاع الفطار وساعات بحوش منها لقبل المغرب بأكل منها الطيور بتاعتها في شفائية حاجة جميلة جدا 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 ومغزية عاوز أقول لكم أن هي دي الحاجة الوحيدة لناس زمان كانوا بيربوا عليها البط زمان وكمان البط ما كانتش بتربى شهر واثنين ويتدبح أو بسلا انتراض شهور ويتدبح لأ بالعكس خالص كان البط عاوز أقول لكم كان بيعود من السنة للسنة بس طبعا عشان تتقعدي من السنة للسنة هيبقى تكلفة عليكي فإحنا بنقول إيه يعني خير الأمور الوسط إن إحنا لنقعد البط كتير ولا نخلي المدة بتاعته بتاعت التحديم بتاعته أو التربية بتاعته بتاعته برضو كون كتير تمام أنا عن نفس المسكوفي ما باتبحوش يعني أكتر من أربع شهور ونص خمس شهور بالكتير بابدع إن أنا أتبح منه ماتبحش منه قبل كده نهائي يعني عمف أنا بشوف ناس كتيرة جدا لهم كل احترامهم بتتبح عامر شهرين يعني ناس كتيرة جدا بتتبح عامر شهرين أنا بصراحة يعني بحس إن البطة بكون لسه يعني مهاش مستوية بتبقى لسه ناية الفص بتاحها ميبقاش ناشف كده وحلو لا بيبقى الفص بتاحها لسه طري تمام أنا جربت حكاية الشهرين دي بصراحة منفعتش معايا خالص يعني وحرمت بصراحة إن أنا عدت تتبح عمره شهرين ده حتى لو وزن معايا وزن عمري في حياتي ما عدت تتبح عمره شهرين ده دي مزرعة الخليط المسكوفي هيت والمسكوفي وكمان المولد وكمان البط البلدي والفراخ البلدي كل دولة بيأكلوا من نفس الخلطة بدون أعلاف بس بأسس في البداية خالص في بداية الدورة بتاعتهم بأسس على على 23% لمدة شهر كامل وبعد كده ممكن أدي مثلا نصف شهر أو شهر كمان على 21% وبعد كده ببدأ إن أنا أدي خلطات تمام عاوزة بقى إن أنت مثلا تدي من أول يوم عجيرة ما فيش أي مشكلة إدي زي الفيديو اللي أنا نزلته من يومين بتاع البط الصغير اللي كنت بس تقبله على العجيرة كان بسم الله ما شو الله اللهم بارك حاجة كده جميلة جدا جدا والبط أكل والشبع وما لا حصلته وبيكبر معانا وما شو الله الدورة بتاعته ماشية كويسة للحد الآن تمام طيب نقدر إن إحنا ندل عجيرة كده أتقدر إن إنتي تدل عجيرة وكل حاجة بس يعني لو فيها نسبة علف بسيطة حتى لو هتحط مثلا ربع كيلو من العلف أو كبشة بإيد الكلا من العلف اللي هو السمسم النعم يكون برضو يكون أفضل ليه أنت بتربي حاجة بتأسس حاجة فلازم إن إنتي تأسسي يكون التأسس بتاعك يكون متكامل ما تديش حاجة وتقولي إن أنا مثلا هربي أو إن أنا مثلا هدي بدون أعلاف وخلاص لأ أنت عاوز حاجة بالذات يا جماعة البطل المسكوفي بالذات والمولار والحاجات اللي بتشيل تسميم بتبقى في البداية خالص عاوزة نسبة علف يعني إن إنتي تدي نسبة علف حتى لو أنت هتدي مدة بسيطة مش هتدي مدة طويلة خلاص بس لازم نسبة التأسس دي تكون مهمة جدا جدا لإن دي بتفرق في مرحلة التحويل بتاع البطة تخلي البط بعد كده لو أنت حتى خلط طيله بيبدأ إن هو يكل معاك يشدي معاك أكتر في نفس الوقت تبطت تكون وزنت معاك وتقلت معاك في الوزن وأحسن حاجة علشان تمشي بيها مظبوطة عاوزة أقول لك يعني بلاش الخمسة وعشرين يوم الأولانيين اللي انت بتأكل فيهم العلف التلاتة وعشرين في المية جربي كده إن انت تتأكل البط المدة تلاتين يوم أو خمسة وتلاتين يوم علف تلاتة وعشرين في المية وشوف الفرق بين السماء وبين الأرض هيكون معاك بص عاوزة أقول لك أعلى أوزان من البطة حتى لو أنت خلطت بعض الشهر ونص من أول مرحلة بتاعت العلف لو أنت خلطيه حتى أقسم بالله هيشيل معاك أوزان مهولة جدا جدا عاوز أقول لكو إن العلف تلاتة وعشرين في المية اللي هو نسبة بورتين النعم خالص ده في أي نوع بط فراغ بلدي فراغ بيضة ما تخلو ما تطعيش العلف ده إلا ما البطة تيجي معاك وزن كيلو إجت معاك وزن كيلو إنهي خالص المرحلة بتاعت العلف دي تود تلاتة أيام وضد سموم وبعد كده نزله على طول بعلف خشن عاوز أتحط عليه بقى عيش عاوز أتحط عليه درة عاوز أتحط عليه مثلا بواية أكل بيت خضرة أي حاجة من ده حطي مفيش أي مشكلة خالص البطة هيكل معاك بالعكس البطة بيحب اللي هو يكل كتير مهما تحدفله هيكل معاك ويا سلم لو أنت حططي له بقى شوية عجة يرى أو حططي له أي حبة أكل كده عليهم مثلا تنظيف سمك بس ياريت تنظيف السمك يا جماعة يكون مسلوق بلاش تنظيف السمك اللي هو الناية ده لأن دي بصراحة يعني عن تجربة شخصية دي بصراحة عمت معايا ده أنا أصلا في يعني فوسط الفراخ عمت عند فتراس لما كنت بعد جميها كده للفراخ البلد بصراحة عمت عند فتراس وقاعدوا ينقروا في بعض فترة طويلة لغاية لما تخلصت من الموضوع دوت تمام فبلاش السمك اللي يا جماعة بالدم بتعضي بلاش خالص حاول بقدر الإمكان ان انت تسلقك كده في كوبايت ميا أو كوبايتين ميا يستلق وبعد كده صفيه من ميته أنا عارفة ان هو ما بيستلق بيبقى ريحته يعني وحشة جدا جدا وبتقلب ريحت البيت بس مش مشكلة احنا بنعمل كل حاجة بنحاول نوفر على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نعمل حاجة صحة نربط طيورنا صحة بدون تكلفة طبعا عاوز أقول لكم في غلو الأسعار والأيام اللي احنا فيها دي تستحسن يستحسن ان احنا كل واحدة فينا تعمل اكتفاق ذات البتها من الفراخ ومن البيض ومن البط من أي طيور انت حضرتك ان انت تحبيها يحاول بقدر الإمكاني ان انت تعملي اي اكتفاق ذاتي حتى لو انت هتعملي أعداد صغيرة لو انت حتى هتجيبي خمس بطات بس لو هتجيبي خمس فرخات لو هتجيب لك مثلا خمس فرخات هيبودوا لك كل يوم بيضة واحدة بس مش هقولك ان هم مثلا هتجيليك مثلا تلاتين فرخة لا هاتي خمس فرخات دولة تعملوا اكتفاق ذاتي جميل جيد